اشتركوا في القناة في هذه المعركة غير المتوقعة كل حركة وكل هجوم سيشكلان نهاية غير متوقعة لهذه المواجهة المثيرة في عمق الغابات المظلمة يتجول الأسد برشاقته وقوته مظهرا سيطرته الواضحة على ملكوته يتسم هذا الكائن المهيب بشعره الذهبي الذي يلمع تحت أشعة الشمس ويبرز عظمة رجولته مع كل خطوة يخطوها لكن هل تعلم أن الأسد هو الوحيد بين القطط الكبيرة الذي يعيش في مجموعات؟ نعم إنه يعيش في فخر مدهش حيث تلعب كل أنثى دورها في حماية الصغار وصيد الطعام بينما يتولى الذكور حماية حدود الفخر وفي لحظات التهديد يظهر الأسد جانبا آخر من قوته مع زئيره الرهيب يستطيع أن يرعب حتى أعتى المخلوقات وينبهر الجميع بقوة هذا الصوت الذي يسمع على بعد كيلومترات أتخيل هذا الأسد يستطيع أن ينام حتى عشرين ساعة في اليوم ليكون جاهزا لمواجهة أي تحدي في أوقات النشاط ولكن لا تنخدع بكسله فحين يحين وقت الصيد يتحول إلى آلة صيد لا تعرف الرحمة الأسد إذن ليس مجرد حيوان بل هو رمز للقوة والعظمة التي تجعلك تتأمل وتبهر ستبقى مدهوشا أمام جماله وقوته وروح الفخر التي يحملها هل كنت تعلم أن الأسود ليسوا مجرد ملك الغابة بل هم أيضا مخلوقات مذهلة تثير الدهشة؟ تسلق الأشجار نعم رغم حجمها الكبير بعض الأسود يمكنها تسلق الأشجار هذا يساعدها على الهروب من الحشرات المزعجة أو للحصول على بعض الظل في الأيام الحارة معارك النفوذ الأسود الذكور لا يتراجعون بسهولة يمكن أن تشهد معارك ضارية بين الذكور لتحديد من سيصبح ملك الفخر حيث يتقاتلون بعنف ويظهرون عضلاتهم وزئيرهم الرهيب التعاون الاستراتيجي إناث الأسود تتعاون بشكل رائع عند الصيد باستخدام استراتيجيات ذكية ينجحن في إحاطة الفريسة والسيطرة عليها مما يجعل الصيد الجماعي أكثر فعالية التواصل عبر الزئير الأسود تستخدم زئيرها بطرق مذهلة للتواصل يمكن أن يسمع زئيرها على بعد ثمان كيلومترات مما يساعدها على إرسال إشارات تحذيرية وتحديد مناطق النفوذ حياة ليلية الأسود تفضل النشاط ليلا حيث تنطلق للصيد والتجوال بعد غروب الشمس هذه الحياة الليلية تجعلها صيادا بارعا في الظلام أساطير وقوة الأسود كانت رمزا للقوة والشجاعة في الأساطير القديمة عبر الثقافات المختلفة حيث تعتبر رمزا للأناقة والقوة الهائلة الموطن يمتد موطن الأسد الجبلي من كندا في الشمال إلى باتاغونيا في الأرجنتين جنوبا ويعيش في مجموعة متنوعة من البيئات بما في ذلك الغابات الجبال الصحاري والمناطق الساحلية الحجم والمظهر يتميز الأسد الجبلي بجسم نحيل وعضلي ولديه ذيل طويل يساعده في التوازن لون فروه يتراوح بين الرملي الفاتح والبني الداكن وله بطن أبيض ووجه بملامح سوداء النظام الغذائي يعتبر الأسد الجبلي حيوانا لاحما يتغذى بشكل رئيسي على الثديات الكبيرة مثل الغزلان والأيائل لكنه يتناول أيضا الحيوانات الصغيرة كالطائرات والسناجب السلوك والتكاثر الأسود الجبلية هي حيوانات منعزلة ويتواجد الفرد منها في منطقة معينة التي يدافع عنها تتكاثر الأسود الجبلية على مدار السنة وتدوم فترة الحمل حوالي ثلاثة أشهر وتلد الأنثى عادة من ثنين إلى أربعا جراء التهديدات والحفاظ على النوع يواجه الأسد الجبلي تهديدات عديدة بما في ذلك فقدان الموائل والصيد غير القانوني رغم هذه التهديدات لا يزال الأسد الجبلي متواجدا في مناطق واسعة من الأمريكتين إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول سلوكيات معينة أو معلومات إضافية يمكنك إخباري بذلك الأسود الجبلية عادة ما تكون انفرادية ولا تتفاعل كثيرا مع بعضها البعض إلا خلال فترة التزاوج أو بين الأم وصغارها ومع ذلك يمكن أن تتواجد في مناطق مشتركة مع أفراد آخرين دون صراع مباشر التواصل يعتمد الأسد الجبلي على وسائل متعددة للتواصل بما في ذلك الأصوات والرائحة والإشارات الجسدية يستخدمون العلامات الرائحة لتحديد مناطقهم وللتواصل مع الأسود الأخرى خاصة خلال فترة التزاوج التكيفات الجسدية يمتلك الأسد الجبلي عضلات قوية وساقين طويلتين تمكنانه من القيام بقفزات طويلة وهو أمر مفيد في الصيد وفي التنقل عبر التضاريس الوعرة كما أن لديه رؤية ليلية جيدة تمكنه من الصيد في الليل الحجم العام الأسود هي واحدة من أكبر القطة الكبيرة في العالم يبلغ طول الذكور البالغين عادة من متر وثمانين سنتيمترا إلى مترين وعشرة سنتيمترات ستة إلى سبعة أقدام من الأنف إلى قاعدة الذيل بينما يتراوح طول الإناث بين متر وخمسين سنتيمترا إلى متر وثمانين سنتيمترا خمسة إلى ستة أقدام الوزن تختلف أوزان الأسود بناء على الجنس والموقع الجغرافي الذكور البالغون عادة ما يزنون بين مائة وخمسين إلى مائتين وخمسين كيلو جراما ثلاثمائة وثلاثين إلى خمسمائة وخمسين رطلا بينما تزن الإناث بين مائة وعشرين إلى مائة واثنين وثمانين كيلو جراما مائتين وخمسة وستين إلى أربعمائة رطل الذيل يعد ذيل الأسد أحد المعالم المميزة له حيث يتراوح طوله بين سبعين إلى مائة سنتيمتر أسد الجبل المعروف أيضا بالكوجر أو البومة هو أحد أكبر القطط البرية في العالم الجديد يعتبر هذا الحيوان من المفترسات الكبيرة والقوية ويتميز بجسمه الرشيق وذيله الطويل الذي يساعده على التوازن خلال الرقد والصيد مواصفات حجم أسد الجبل الذكر الوزن عادة ما يتراوح وزن الذكور البالغين بين 58 إلى 100 كيلوغرام في بعض الحالات قد يصل وزن الذكر الكبير إلى أكثر من ذلك لكن هذا نادر الطول يبلغ الطول الكلي لجسم الذكر من الأنف إلى طرف الذيل حوالي 1.5 إلى 5.70 متر الذيل وحده يمثل جزءا كبيرا من هذا الطول حيث يمكن أن يصل طوله إلى 60 إلى 80 سنتيمترا الارتفاع عند الكتف عادة ما يكون الارتفاع عند الكتف حوالي 60 إلى 90 سنتيمترا مما يمنح أسد الجبل مظهرا قويا ومهيبا عضة الأسد يمكن أن تصل إلى قوة تبلغ حوالي ألف رطل لكل بوسط مربعة هذه القوة الكبيرة تمكن الأسد من القبض على فريسته بقوة وتحطيم العظام الاستخدام الفعال يستخدم الأسد عضته بشكل رئيسي للإمساك بالفريسة وإحداث ضرر قاتل يركز عادة على منطقة الرقبة ليتمكن من خنق الفريسة وإيقاف تدفق الدم إلى الدماغ بسرعة مقارنة بالقطة الكبيرة عضة الأسد قوية بما يكفي للسيطرة على فرق قوة العض أسد الجبل يمتلك قوة عض تتراوح بين حوالي 550 إلى 750 رطلا لكل بوسط مربعة تأثير العضة عضة أسد الجبل قوية بما يكفي لاختراق الجلد والعظام مما يمكنه من الإطباق بقوة على فريسته وتثبيتها العض في الصيد يستخدم أسد الجبل عضته القوية لتمزيق جلد الفريسة وفتح مناطق ضعيفة مثل الحلق أو الرأس لقتل الفريسة بسرعة القدرة على التحمل الأسنان القوية والفكوك المدعمة بالعظام القوية تجعل عضة أسد الجبل قادرة على تحمل الضغط الكبير مما يجعله مفترسا مرنا وقويا في بيئته وذلك جزئيا إلى طبيعتها الاجتماعية تعيش الأسود في مجموعات تسمى فخر وتستخدم مجموعة متنوعة من الأصوات والإشارات البصرية مثل الزئير والحركات الجسدية ولغة الجسد للتواصل مع أفراد مجموعتها التكتيكات الجماعية تظهر الأسود قدرة على التخطيط والتنسيق الجماعي أثناء الصيد الإناث في الفخر يتعاون بشكل استراتيجي حيث يقوم بمطاردة الفريسة من زوايا مختلفة مما يزيد من فرص النجاح هذا النوع من التخطيط والتنسيق يعكس مستوى عاليا من الذكاء تعلم والتكيف الأسود قادرة على التعلم من التجارب السابقة وتعديل سلوكها وفقا للظروف المتغيرة على سبيل المثال يمكنها تغيير استراتيجيات الصيد أو البحث عن مأوى بناء على تغيرات الطقس أو توفر الفريسة حل المشكلات على الرغم من أنها تعتمد غالبا على القوة الجسدية تظهر الأسود أيضا قدرة على حل المشكلات خاصة في بيئات حدائق الحيوانات حيث يتم تحديها بألعاب وألغاز تهدف إلى تحفيزها أسود الجبل أو الكوغر يتمتع بذكاء ملحوظ يساعده في التكيف مع بيئته وصيد فرائسه بفعالية إليك بعض المعلومات حول ذكاء أسد الجبل القدرة على التعلم أسود الجبل تظهر قدرة على التعلم والتكيف يمكنها تعلم استراتيجيات الصيد الفعالة والطرق المثلى للتعامل مع العقبات في بيئتها الذاكرة تمتلك أسود الجبل ذاكرة قوية تساعدها في تذكر مواقع الماء والطعام وأماكن الاختباء هذه الذاكرة تساعدها على البقاء في بيئة ذات موارد محدودة المهارات الصيد الذكاء في الصيد هو أحد أبرز جوانب ذكاء أسد الجبل تستخدم هذه الحيوانات تقنيات معقدة للتسلل والكمين مما يتطلب فهما عميقا لسلوك الفريسة والبيئة المحيطة التواصل تستخدم أسود الجبل أصوات متنوعة للتواصل بما في ذلك الزئير والصراخ لتحديد المنطقة التي تهيمن عليها والتحذير من التهديدات والبحث عن شركاء للتزاوج التكيف مع البيئة تتمتع أسود الجبل بقدرة على التكيف مع مجموعة متنوعة من البيئات من الغابات الكثيفة إلى الصحار الجافة هذا التكيف يشمل القدرة على استغلال الموارد المتاحة بفعالية وتجنب المخاطر بفضل هذه القدرات الذكية يعتبر أسد الجبل أحد الحيوانات المفترسة المهيمنة في بيئته ولديه مهارات فائقة في الصيد والبقاء بعد هذه المقارنة وفهم كل شيء يبدو أننا قد وصلنا إلى قرار بعضنا يظن أن الأسد سيفوز والبعض الآخر يظن أن الكوجر سيفوز لقد قارن الحجم والعضة والسرعة والذكاء ولم يتبقى لنا سوى معرفة من سيفوز يمكن القول أن الأسد سيفوز بنسبة 99% مقابل 1% لكوجر الجبل الفائز هو الأسد وانت عزيزي المشاهد تعتقد من سيفوز؟ ترجمة نانسي قنقر